عاد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم تأكيد مناقشة سيول وواشنطن إجراء مناورات نووية مشتركة للأسلحة النووية الأمريكية لمواجهة التهديدات المتنامية من كوريا الشمالية بعدما نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون هناك مثل هذه التدريبات المشتركة وهو ما يتعارض مع تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول صدرت في وقت سابق وقال بيان للرئاسة الكورية الجنوبية أن الحلفين الأمنيين يجريان محادثات في شأن تشارك معلومات وتخطيط مشترك وخطط تنفيذ مشتركة فيما يتعلق بتشغيل الأسلحة النووية الأمريكية للرد على الأسلحة النووية لكوريا الشمالية